موسيقى الثعلب مهندس الصفقات رجل الاهل الامين المناسبة عيد ميلاده السعيد القبن كثيرة يستحقها المهندس محمد عدلي محمود رياضي القيعي هو أحد أشهر الأسماء الكبيرة داخل قلعة النادي الأهلي منذ عقود مضت هو الاسم الكبير الذي ارتبط بالكثير والكثير من النجاحات بتقلده العديد من المناصب والعمل مع العظماء والرموز ليكون واحدا من الشخصيات المهمة في سجلات وتاريخ النادي الأهلي القيعي عمل مع العظيم الراحل صالح سليم مديرا للنادي لأكثر من ثماني سنوات مع الكبتن عبد صالح الوحش لفترة طويلة كرئيس لجهازي كرة اليد وتنس الطاولة فضلا عن عمله مع حسن حمد من أجلس السابق كمدير للتسويق توهجه وأبدع القيعي في إبرام العديد من الصفقات الشهيرة للنادي الأهلي حول دفة الكثير من المجوم لبوصلة قلعة الجزيرة حتى لقب بمهندس الصفقات هو أحد أفراد أسرة القيعي بمدينة كفر الزياب بمحافظة الغربية هو الذي التحق بعد ذلك بكلية الزراعة جامعة القاهرة مع نجمي الفن عاد الإمام وصلاح السعدني رغم تألق المهندس القيعي في مجالات متعددة إلا أنه لم ينسى أنه من الإعلام فشارك في تسيس مجلة النادي الأهلي بل هو صاحب الفكرة كأول مجلة متخصصة تصدر عن ناد مصري في مصر مارس 1974 القيعي الذي يذوب عشقا في النادي الأهلي هو صاحب سيرة ذاتية تعتاج لمؤلفات ربما لا توجد لعبة أو مكان في النادي إلا وكان للقيعي بصمة ودور وحكاية فهو مدير جهاز تنس الطولة في الفترة من عام 65 إلى 76 هو عضو مجلس الدين الأهلي في الفترة من 76 إلى 80 هو المشرف العام على النشاط الرياضي للنادي في الفترة من 85 إلى 87 هو مدير جهاز كرة اليد في مهمة بناء فريق جديد في الفترة من 88 إلى 90 هو عضو مجلس دارة النادي الأهلي في مجلس الإنقاذ عام 91 و92 هو مدير عام النادي الأهلي والمتحدث الرسمي في الفترة من 93 إلى 98 هو أول من أنشى إدارة للتسويق والاستثمار الرياضي في مصر عام 2001 بهدف تحويل النادي إلى شركة على غيرار الأندية الكبرى في العالم هو صاحب فكرة إنشاء قناة الأهلي للإنتاج الإعلامي وهو الآن أحد أهم مقدم البرامج فيها مع إبراهيم المينيسي في برنامج ملك وكتابة متعك الله بموفور الصحة والعافية أطال الله في عمرك وكل سنة وانت طيب